نظم عدد من المواطنين وقفة مؤيدة تحمل صور للنائب عمر درويش عضو مجلس النواب وذلك بقمة المناقب 27 وتأتي تلك الوقفة احتجاجا على ما حدث أمس الثلاثاء معه خلال جلسة العدالة المناخية من جهته قال النائب عمر درويش إن استعداء الغرب على مصر لا يقبله أي مواطن مصري متطرقا إلى إثارة قضية مواطن مصري تمت محكمته وإدانته وأكدت درويش أن ما حدث في المؤتمر الصحفي على هامشي قمة المناخ أمس دليل دامغ على محاولة البعض الضغط على الدولة موضحا أن هذا الأمر غير مقبول ودليل واضح على أن هناك أجندات تحاول التدخل في الشأن الداخلي المصري